وقتنا على الأرض وطاقاتنا وزكينا وعلاقاتنا وكل الأشياء اللي منملكها هي عطايا من الله لإلنا وهالعطايا هن عبارة عن أمانة وضعها الله بين إيدينا نحن منا إلا مجرد وكلة على الأشياء اللي بيعطينا إيها الله ولما نفهم أنه نحن وكلة منفهم أنه الله هو المالك لكل شيء لبل لكل نفس موجودة على الأرض بيقول كاتب المزمور 24 للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها نحن فعلا ما منملك أي شيء بهالدني الله هو موكلنا على الأرض خلال فترة وجودنا عليها كانت إله قبل ما نحن نجي وبعد إله ورح يوكل ناس غيرنا علي من بعد ما نحن نموت إذا قدرنا أصدقائي نشوف الحياة بنظرنا على أن وكالة وأمانة الله وضعها بين إيدينا وأنه رح يجي يوم ويسألنا كيف استخدمناها رح نصير نستخدم كل اللي عم يعطينا إيه بطريقة ترضيه وفي شيء كتير مهم لازم ننتبه له وهو أنه إذا ما كنا أمنا بالبركات الزمانية اللي عم يعطينا إيها الله مش رح يرضى يستخدمنا بملكوته قال الرب يسوع فإن لم تكونوا أمنا في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق يعني بكلام آخر إذا ما كنا أمنا ببركاتها الزمن الفاني كيف بده الله يأتمننا على كلمته وعلى خدمته ترجمة نانسي قنقر